الآن يأتي السبب لماذا غاب المهدي لماذا غاب هناك عدة أسباب حصرناها في عدة أسباب السبب الأول لأنه لا يقع في عنق بيع لإمام زمانه يقول الطبرسي في كتاب الاحتجاج كتاب الاحتجاج للطبرسي مؤسس الأعلمي للمطبوعة بيروت لبنان اسم إلى هذا النص يقول إنه ما منا أحد إلا يقع في عنق بيع لطاغية زمانه إلا القائم عج وبعد أن تلاحظ عج والله ليس منهم رجل مقبول الدعوة منذ ألف مئتين سنة وأنا أقوله بكل صراحة يدعون الله عز وجل منذ ألف مئتين سنة ما استجاب الله دعاء رجل منهم كيف تقول عجل الله فرجه ولم يخرج يا الله عجل فرجه يا الله فرج عنه وهم ملايين الناس يدعون الله ليلا ونهار ويبكون بدموع تتساكب ما تروح إيران تطلعوا يعني مش إيران محتلة العراق دلوقتي أقول لو كان منهم رجل مستجاب الدعوة فقد فك الله أسرى المأسور لماذا الدعاء وهم قادرون الآن دلوقتي إيران وأمريكا يستطرون على العراق العريق يطلعوا على سامورا يطلعوا يعني هل الحارث السوري لا يستطيع أن يخرجه هل خامنيني مرشدهم العلا لا يستطيع أن يخرجوا إذا كان الأمر يدعون لماذا لم يستجيب الله لهم هي لا تحتاج إلى دعاء يا شيخانا الآن طائرات إيران وحارث السوري ومخابراتها موجودة في بغداد 35 مكتب في بغداد في الموساد وإسرائيل في بغداد وكل هؤلاء يعملون مع إيران في بغداد لماذا لا يذهبون إلى سامورا ويدخل خامنيني آية الله العظمى يخبره فقط ويطلع من نفسه ألم يكن هذا معلوما موجودا وحيا يرزق ويتعاملون معه يخرج علينا خامنيني المرشد الأعلى مشاهدين الكرام آية الله العظمى دام ظله الشريف ويأتي إلينا بالإمام المهدي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف لماذا لا يقوم بهذا خامنئي اليوم من الذي يمنعه هل الأمريكان يمنعونه هل العراقيين البسطاء يمنعونه هذا سؤال فضل إلا القائم عج يعني معنى عج هذه يعني عجل الله فرجه نعم الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم عليه السلام فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لألا يكون لأحد في عنق بيعة هذا هو السبب عنده في الغيبة ليش هرب من أجل ما يبايع ليه إمام الزمان طيب وعلي ليش ما يهرب ويختفي من أجل لا يباع لابي بك وعلي الأفضل الأصل وليس المهدي الفرع لألا يكون لأحد في عنق بيعة إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين هذا هو السبب يعني هذا السبب الأول الذي ذكره طبرصي في كتاب الاحتياج أن السبب في هروبه واختفائه لألا يقع في عنقه بيعة وهذا ذكره الصدوق في كتاب كمال الدين مخافة القتل إكمال الدين نعم كمال الدين أو إكماله يعني يعتقدون أنه لم يكمل الدين إلا بالمهدي المنتظر أيضا يقولون أنه خائف من القتل هرب لكونه يخاف من القتل ولهذا ذكر أيضا صاحب كتاب كشف الغمة صفحة 345 يقول الوجه في غيبته هو خوفه على نفسه ومن خاف على نفسه احتاج إلى الاستتار ثم يقول فإنه يجب عليه أن يحمل كل ذي كل أذى في نفسه يعني هنا يطرح سؤال يقول لماذا غاب المهدي والأنبياء لم يخاف لم يغيبوا ولم يخافوا على أنفسهم هنا يقول كما نقول في النبي فإنه يجب عليه أن يتحمل كل أذى في نفسه حتى يصح منه الأذى إلى الخلق ما هو لطف لهم وإنما يجب عليه الظهور وإن أدى إلى قتله كما يظهر كثير من الأنبياء وإن قتله لأنه لأن هناك كان في المعلوم أن غير ذلك النبي يقوم مقامه في تحمل أعباء النبوة وليس كذلك حال إمام الزمن يعني الأنبياء يجب عليهم الصمود وعدم الاختباء وعدم الاختفاء أما المهدي لا فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشرك نعم أما الإمام يقول لك لأنه آخر واحد لو قتل خلاص معد في أحد من بعده يأتي هذا هو علة الخوفي عندهم ساخة الأرض خربت الأرض نعم أيضا يقول في صفحة 349 كلام مهم جدا يقول مسألة الرابعة فإن قالوا كشف الغمة نعم في كتاب كشف الغمة فإن قالوا يعني نحن والعقلاء فإن قالوا فالحق مع غيبته كيف يدرك يعني كيف يفهم الشيعة دينهم هذا السؤال مهم جدا لازمنا نطرح الآن فإن قالوا فالحق مع غيبته كيف يدرك فإن قلتم لا يدرك ولا يصل إليه فقد جعلتم الناس في حيرة وظلال مع الغيبة وإن قلتم لا يدرك الحق إلا من جهة الأداء المنصو على به فقد صرحتم بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة يعني إن قلتم لا يمكن الوصول إلى الحق خلاص ضلت الأمة وإن قلتم يمكن الوصول إلى الحق بدون هذا الإمام ما فيه فائدة له له هذا السؤال وجيه جدا